في خطوة ستساعد على حماية حليفة واشنطن لكنها تزيد من انخراط الولايات المتحدة في النزاع أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن النظام الدفاع الأمريكي ثاد بدأ العمل في إسرائيل وقبل أيام أرسلت الولايات المتحدة بطاريات الدفاع الصاروخي ثاد إلى إسرائيل للدفاع عنها في حال تعرضت لضربات إيرانية قد تكون ردا على هجوم انتقامي متوقع لإسرائيل على إيران وتعد بطاريات ثاد نظاما دفاعيا مكملا لباتريوت لكنها قادرة على صد هجمات من مدى أبعد يتراوح بين 150 و200 كيلو متر وفي الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أكثر من مرة مؤخرا أنها ستشن هجوما قويا على إيران ردا على الضربات الأخيرة أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكرية أن تهران سترد على أي هجوم إسرائيلي إذا هاجمت المنشآت النووية مشيرا في الوقت نفسه أن إيران ستعيد تقييم سياساتها النووية وأشنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل مطلع شهر أكتوبر الجاري قالت إنه رد على الضربات الإسرائيلية على لبنان التي استهدفت بنا تحتية وقادة لحزب الله فضلا عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تهران وساعدت سفن وطائرات حربية أمريكية في الدفاع عن إسرائيل في وجه الهجمات الإيرانية لكن نشر المنظومة سيؤدي إلى نشر نحو مئة جندي أمريكية لتشغيلها داخل الأراضي الإسرائيلية ما يعني بأنهم سيكونون معرضين للخطر بشكل مباشر أكثر ترجمة نانسي قنقر